الطفل بيبقى عنده إحساس بالنقص وإحساس بالدونية ده بسبب إيه؟ ده اللي تعلمه غلط أو طريقة التوصيل في تعلمه قد غلط الخطوات اللي هم المفروض يتعلموها والأسلوب الصح ما كانش موجود إمتى استخدم الأسلوب ده في التربية قلنا استخدمه من سن يعني ممكن من سن سنة أو والله ممكن من سن سنة لو هو بيمسك السندوتش بيعرف بيمسكه إزاي وبحط إيدي جواه السندوتش ولا أكل السندوتش هنا ولا أعمل هنا ولا أسوي هنا ولا أعمل إيه؟ هو تعلمه إزاي لحد آخر العمر حتى في مرحلة المراقلة لما يجيني مراهق ويبقى عايز يتعلم أمر بقوله عارف عمله وبدله خطوات توجهية وبعمل من بعيد متابعة أو لا أقوليه طب أدي واحد اتنين ثلاثة وأنت أبدع بقى في خمسة ستة سبعة ينفع ينفع ده ممتازة جدا أداة التدريب دي ابني بيستخدم المقص والزجاج والكابريت لأول مرة الولاعة كلام ده فيها سلامة شخصية فلازم تبقى فاهمك مش متقبل إنه يسمع منه مش متقبل اعتذر طب أنت أنا أفورت معاك أنا زعاقت أنا كذا معلش عايز أقول لكم إن في فئة من الأمهات وكنا حكينا عنهم قبل كده الفئة دي من الأمهات بتبتدي تلوم على ابنها الغلط اللي هي بتعمله أصلا في التربية يعني هي تقول لك دعيل كده ولازم يتراب انتي 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 اللي ربيت انتي اللي بتوجهيه غلط انتي اللي بتدرابيه غلط بطل التشكيك في كدر التفلك وبتدي إنك انتي تدرابيه خطوة خطوة وطبي إيه معرفان خطوات صحيح ما تحسسهش لا بالنقص ولا بالدنيه طيب لو قلتي الكلام بوضوح وبتحديد وبرضو غلط تسمعي بقى كلامي ومعرفش مش عارف غير الطرق مش عارف طرق جديدة ولا عارف كلمات جديدة أوضح أكتر طب لو أخطأ بقى فعلا وغلط تعالي معرفك بقى على أداة تانية تحف جدا من أدوات التربية اسمها أداة الأخطاء يعني إيه يعني مش مش أداة أنا أعمل خطأ لا إزاي أستغل الخطأ لفرصة تعليم يعني حتى لو غلط أتعلم من الغلط اللي هو بيعمله ده الأخطاء بتاعت الأطفال بس أجيب لها بإيه بالعطف بلد اللوم والمحاضرات والنقد والتقطيم لا بعيدوا عن النمل النمل يعني إيه النوم نقد الميم مقارنات اللام نوم بلاش نمل خالص بلاش النوم والنقد والمقارنات دي يعني بتهد فعلا ثقة الطفل لكن في وقته مناسب أسعد طفلي بالأسئلة الفضولية عشان حتى يكتشفها طب هو كان المفروض كذا طب أنا كنت أحطها فين طب دم هي سخنة كان المفروض أستنى طب ولا أمسك قماشة مثلا بيها الأسئلة اللي بتخليها اكتشف إن الأمر اللي عمله ده غلط وإن فيه حاجة صح ممكن الكلام ده مثلا يكون وقت التجميع يعني ناس بتتجمع بعد وقت العشاء مثلا أو أو وقت قبل النوم بحاجة بسيطة تجمع وفي ناس بتتجمع الفجر أو بعد الصالة المهم المهم من يبقى الوقت اللي بيتجمعوا فيه كلكم كل واحد يعرض الأخطاء أو المشاكل اللي قبلته في اليوم ونحاول نشرح ونشوف إزاي تتعالجوا إيه الحاجة الأصح في معالجته ودي تسمع أنا أذكر موقف لجديتي عليها رحمة الله كان بيتها مركز بصوا تجميعا كده تجمع الأولادها جايين والأحفاد واحنا إيه بقى كلنا قاعدين منتظرين الحكاوي حكاوي كلنا بتحب على فكرة هنطلع عندها ونقعد عشان كم الحكاوي اللي بيتقال مفيش كل عمال يقول وده حصل الله كذا ودي مش عارفة إيه كل ابن من عيالها يعني نذكر عم من عمام يقعد يحكي وعمتي تحكي وهي بتسمع وتسيب ويحكي لحد الآخر وقعدين بقى نحن بص لها عند جديتي بسبب كم الحكاوي وكم التعليقات والخبرات الحاتية والمواقف الردود اللي واحدة تعلموا في صنو صغير جدا الأعداد دي مهمة جدا بتكسب أولادنا خبرات بتكسب أولادنا مهارات في التعامل حكاوي اليوم والليلة حتى الأم اللي بتقولها وتسمع يعني مش عايزة أقول ما تستخسريش فيهم الوقت يعني هم أصلا معنا حب صغيرين وبعد كده هيمشوا علموهم وحكو لهم وسمعوا منهم هيفرق كتير جدا جدا في نتجهم العقلي والاجتماعي أحكي لكم موقف على خطأ لطفل بما أننا بقى بنقول الحاجات والمواقف طفل كان 3 سنين وجاي بالجنتان هاي زي نتعلم من الخطأ بس جاب جنتيانة والبيتادين والألوان كلها وجابها كب بالجنتيانة على المخدات وعلى المراتب وعلى السرير ومشاء الله سير كل لونه لبني متالي كل لون اللي بيبرؤ الفاتح ده والمرتبة بقى والمخدات طبعا رد فعل الأمر حاجة طحفة جدا لكن قررت انها تعلموا من الخطأ ده عملت ايه قامت جاية رسمت معاه على مكان تاني كان فاضي على السرير خيمة بسط بسط بقى وقالت له مش دي الأدوات بتاعت الرسم ليه عشان بص كده الأدوات دي مش بتطلع وخلته كده يمسك ويمس الأدوات دي مش بتطلع وقامت جاية كده ده على اللوحة وعلى اللوحة اتعلم بعد عشر سنين جات أخته الصغيرة جايب المنكير اللهم باركوا بترسم على نفس السرير مش عارفة ماله السرير والمكتبة بتاعها بترسم على نفس السرير بالمنكير بقى جاء أخوها بيعلمها نفس اللي والدته علمته له وهو كان لسه عنده تلسين ايه اللي بيحصل ازاي يفتكر وازاي قال وازاي ان هو وصابر عليها جدا جدا وكان فيه رفق غير عادي جدا جدا من الولد ده مع الأطفال كل أطفال الصغيرين بيحبوه حاجة عجيبة جدا ليه هو عمل ايه الخطأ الأم قررت انها تتعلم منه وتعمله صح هو خد نفس اللي تعلمه ده وراح علمه مين علمه الأخت فيما بعد اللي بيعلمه احنا دايما يمكن علمه الكبار يعلمه لكو الصغار طفل تاني كان عمره خمس سنين ووقع وتعور والأب الماقف ده حصل قدامه والأب جرية جدا وبسها ومش عارف ايه وحط عليها والضعاء الشفاء وقالجا غسالها بمياه وطهارها ولزقها ايه بلازق طب للجروح كده وقال له خلاص خلاص هتخف ان شاء الله الابن الصغير اللي عنده سنتين شاف أخوه الصغير التاني اللي أكبر منه بقى وقع راح تلقى إجارس أبو سنتين اللي بيعمل بقى كده بسمياه 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 وجاب المياه كبهة زيزة المياه قد شفت الماقف ده كبهة على الجرح بتاع أخوه وطلب من أبوه يخده تعالى بوس بوس الواوة قول الدعاء سا بس سا سا مش عارف حاجة سا بس ويردت كده وخلاص وقام جاي عامل نفس المحكاة الماقف اللي حصل غلط ممكن أعمله صح أي ماقف ممكن أعمله بالمحكاة وقلبه خالص يبقى بإيجابي ويبقى ياخد منه الطفل وسائل تعليمية بتنفع من عمري كام قلتلكم من عمري سنة لحد آخر العمر المواقف اللي زي دي مش هيتأذى فيها الطفل بكلمة انت قلتها لا بالعكس ده انت هتفاهميه وهيستجبلك على فكرة ويجرب ويغلط ويتعلم وكذا واسيبه بس عيني تبقى عليه مش دايما تبقى الأم هادية ولطيفة بس لا حاولي برضو انت تتعلمي وانت تتعلمي ولو قلت تتعتذري وما تضيعيش فرصة التعليم الهادي انك انت تقليب الموقف الخطأ لصح واعتذرينه لو تعصبتي واحنا قلنا مش عيب قبل ان انا اعتذر وقل انا كنت مقفورة وسمحوني تعالوا نعيد الموقف ايه تعالوا نعيد الموقف من جديد